دلوقتي هشرح لكم إزاي الوقفة وإزاي القعدة بتاعة عازف الساكسفون أبتدي بالوقفة بعد كده لإني هبتدي فترة أعاد وأنا قاعد هشرح كل أجزاء الساكسفون الوقفة أولا هنتكلم على الرجل إزاي تكون موجود بعض الناس قد تفكر أنها تأذف وهي ضم رجليها ده شيء سيء جدا ومش مظبوط وبعض الناس تانية تفكر أنها تفتح رجليها قوي وهي بتأذف وده بردك مش مظبوط بعض الناس بتحط رجليه اللي قدام لمسافة أطول من الطبيعي وبعض الناس للخلف كل ده مش مظبوط الوضع الطبيعي اللي عازف الساكسفون وأول عازف الألات الخشبية عامة إن هو يكون كده المسافة دي حوالي 30 سنتي تقريباً اللي هو الوضع الطبيعي الجسم الإنساني يعني أنا كده بميل شمال ويميل لو جي حد يزقني لو جي حد يحركني كده أو كده أنا مش حقق مش حقق ليه لأن أنا كده وضعي ثابت جداً لو أنا فتحت رجلي أكتر حبقى وضعي مش كويس مش مظبوط لو قفلت رجلي أكتر أقل من كده حبقى وردك وضعي مش طبيعي في الوقف فالوقفة بتاعتنا الطبيعية هي فتحة رجلين حوالي أعطاكت حوالي 30 سنتي تقريباً أو أقال شوية 25-30 وأنا بقيت في الوضع الطبيعي بتاعي طيب بعض العازفين قادرة طلع سنة لقدام ماشي أوكي لأن ده على حسب حركة الساكسفون معي أو أنا بعزفه بأنهي شكل بس المهم أن هي ما تزدش عن المسافة اللي أنا قلتها اللي هي حوالي 25-30 سنتي توقيت حشرح الجلوس إزاي أجلس وأنا بعزف؟ نسيت وأقول حاجة وأنا واقف في بعض العازفين بيحبوا يعزفوا كده لقدام يعني بيحط الآلة بتاعته ويعزف كده بقت في نص جسمه وبعض العازفين التانين بيحبوا يجبوها بميل على ناحية اليمين استحالة أنها تكون على ناحية الشمال فلازم نعرف أنها لأما في النص لأما الميل بتاعها على الناحية اليمين أوكي غير نظام الوقوف دلوقتي حتكلم بقى على إزاي أعزف وأنا قاعد وحشرح إزاي نتكلم بقى على إزاي أعزف وأنا جالس وأنا قاعد القاعدة بتاعتنا الطبيعية بتكون على الطرف مش الطرف قوي يعني على التلت الأولاني من الكرسي يعني لو تكلمنا على كرسي بالحجم دوت أو أصغر أو أكبر أنا باجي على التلت الأولاني وقاعد ما أخدش نفسي للأخر للآخر كده مهما كان الوضع مش حعرف أعزف حتى لو ما فيش السندات اللي على الجناب دي أنا مش حعرف أعزف وأنا قاعد ولا حيبقى عندي الوضع الطبيعي للرجلية السبتة على الأرض ولا النص فبيبقى بالضبط التلت الأولاني وتبقى رجلية الاتنين سبتين جدا على الأرض ودي مهمة قوي وبعدين الساكسفون بتاعي لازم يجي بميول بالميل على ناحية اليمين وأنا حر بعد كده بقى أمايل بقى دماغي أخل دماغي سبتة لفوق بقى يمين شمال كل واحد حر إنما الأساسيات هي اللي لازم نتكلم فيها الأساسيات إن أنا بقعد على التلت الأولاني من الكرسي وإن أنا رجلية تكون سبتة جدا عشان أقدر أطلع الموسيقى بتاعتي والإحساس بتاعي بدون ما يكون مشدود كده ما فيش شدة أنا ريلاكس جدا في القعدة بتاعتي نبتدي بقى نتكلم عن جزء جزء وننسى خالص خلاص اتترجوا على شكل الساكسفون خلاص جميل حلو قوي انسوا ننسى عشان أنا حقعد فترة أتكلم على حاجة تانية خالص هي الجزء الأولاني من الساكسفون ده كده شكرا خليه جنبي الجزء الأولاني اللي هو عبارة عن ريشة بقى أو بوكينو أو ماوس بيس هنعرب الأسامي أكتر ونجيبها بالحاجة المعشورة بيها يعني أو المعروفة بيها أكتر هنقول إن ده غطى مجرد غطى الغطى ده اللي بنغطي به الآلة أو الريشة اللي مع الماوس بيس أو الجزء اللي بنازل فيه أو اللي بنطلع منه الصوت بنغطيها كده بالشكل ده وليها بردك طريقة حشرحها دلوقتي حالا المنعا لإن الريشة تكسر لإن الريش بتكسر مع الطلب الزغانطاتين الزغيرين اللي لسه بتعلموا كتير بتكسر دايما عشان ما بيعرفوش يغطوها بشكل كويس طول الوقت أو يحفظوا عليها حتى وهم بيستعملوها في العسف الأول مرة ده جزء الأولاني حشرحه هو إيه الأول وبعدين أبتدي أقول لكم هنعمل إيه أول حاجة اتفقنا عليها الغطى نشيل الغطى خلاص نشكرين وبعدين ديت الجزء اللي بعد كده اللي هو المحبس هتقول لي ده جزء ده اسمه المحبس أول اللي إحنا بنقفل بيه على الريشة دي اسمها الريشة الريشة اللي هو الجزء الخشبي اللي أنا بحتاج عشان أطلع منه صوت إنه لازم أشيلها كل مرة نوحطها كده بالشكل دوت في الفم عشان تتبل عشان الصوت لما بتدي أنفخ بتكون المسامات اللي ما بين الريشة وبعضها بين الأجزاء الخشبية بتاعتها بعد بلها بتعمل انزلاق للصوت للهواء اللي ماشي هيجي يعد علينا هنا بعدها على البوكينو هنسميه بوكينو لأنه ده الاسم المتعرف عليه هو اسم إطالي ولكن هو المنتشر قوي والمعروف أكتر بلاش ماوسبيس وبلاش جزء الفم باللغة العربية الفصحى فخلينا بكلمة بوكينو البوكينو اللي هو جزء دوت اللي بتحط فيه الريشة بتحط على بدايته الريشة بالشكل ده وبعدين بتأكد تماما ان هي مش جاية برا البداية البوكينو ولا جوا قوي لكن على الطرف بتاعها طرف بالزبط وهي بيكون مقاسها مظبوطة عليها يعني انت بتروح تشتري ريشة آلتو يعني بتقول الرجل عايز ريشة آلتو بمقاسات انا هكلمكم عليها كمان شوية في مقاسات واحد ونص واثنين واثنين ونص وثلاثة 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 ونص واربعة يعني كل حاجة ماشية انصاص كده دي على حسب شفايفي انا وعلى حسب قوة النفخة بتاعتي فمحتاج ريشة تقيلة ولا ريشة اخف ولا ايه بالزبط دي هنتكلم برضك فيها مع بعض فانا بحط الريشة على الجزء بتاع البوكينو بالشكل دوت على الطرف بتاعها بالشكل دوت وده مهمة قوي ان انا ما دخلاش قوي او طلع قوي وبعدين الجزء اللي انا قلت عليه المحبس بتحط كده برضك بالطريقة ديت وبالراحة جدا عشان ما اكسرش الريشة وبوصل للطرف بتاعها انا هوا يعني ده لو باين لحضراتكم هعمله كده وبعدين باجي اقفل على بالمحبس دوت اللي حبست الريشة واكتشف انها مش مظبوطة قوي مثلا اروح فاتح تاني ورافع الريشة سنة لفوق رفعتها سنة اهوت لفوق وتأكدت انا تماما ان هي كده مظبوطة وبقت بالشكل دوت قادي الريشة على البوكينو بالمحبس المقفول طيب كل دولة ده المفروض اهو طب ايه ده الجزء اللي انا كنت بتكلم عنه من شوي طب ايه ده؟ ده اسمها الزور الجزء الثاني اللي في قالة ساكسفون وهما متقسم ل 3 جزاء ده ده الخرج الاولاني البوكينو وهو الزور اللي بعد كده اللي يعدي منه الهوى الهوى بيخش من الجزء دوت من هنا عن طريق البوكينو دوت عن طريق العصف اللي انا النفقة اللي انا هنفقها بيعدي الهوى على البوكينو دوت والريشة طبعا ما بين الريشة والبوكينو وبيتتعدي من هنا تخش في المكان دوت وبعدين تمشي بتسلسل كده الهوى لغاية ما يخرج من هنا هيخرج من هنا يروح فين هيروح على قالت الساكسفون اللي احنا هنشرحها بعد كده ونغاماتها فأهم حاجة في العازف يبتدي بإيه بإن هو هيحط الجزئين دول على بعض وبعدين يشوف إيه الطريقة اللي هنعزل بيها إيه الطريقة اللي احنا هنعزل بيها أولا مطلوب في عازف الساكسفون إيه مطلوب أنه ما يكونش عنده مشكلة صحية في الجزء العلوي اللي هو منطقة الصدر يعني ما يكونش عنده راب لا قدر الله أمراض معينة لأن ده مش هقدر يعني يطقن عصفه ولا يقدر يطلع الصوت بالشكل المطلوب الحاجة التانية أولا حاجة التانية غير أن يكون عنده الجزء بتاع الشفايف الشفة السفلة والشفة العليا حجمهم مناسب مناسب يعني إيه يعني مش متضخمين جدا في بعض الناس وده وضع طبيعي طبعا في خلقة ربنا أن يكون عنده جزء السفلي من الشفاة غليز قوي وجزء العلوي كمان غليز قوي فدوات إزاي حيحكم وإزاي حيحط وضع شفته على البوكينو إحنا ببنيجي نختار الطالب الجديد اللي لسه حيتعلم آلة من الآلة الخشبية كل آلة خشبية ليها مواصفات وكل آلة يعني بيقعد مجموعة الأسادزة وبيختاروا الشفايف دو التناسب قالت إيه يعني كمان تخيلوا أن قد إيه هي حاجة مهمة جدا يعني مش أي حد يقدر يهزف على أي آلة لا كل آلة ليها مواصفات معينة في الشفاة فلو قلنا أن الشفاة هنا حتبقى معقولة حجما ما تبقاش ضخمة جدا السفلة والفؤانية ما تبقاش ضخمة خالص يعني الطبيعة بتاعنا يكون حجمها معقول مش كبيرة لو كانت كبيرة مش هتساعد على أن هو يلعب على آلة الساكسفون خلاص هشرح لكم إزاي دلوقتي بنحط البوكينو ووضع الشفايف ووضع السنان لأن كل دي حاجات مهمة جدا بس قبل ما أخش على دية كنت تطرق في دماغي دلوقتي أو تذكرت إن إحنا ما تكلمناش قلنا إن لازم يكون صدره كويس ومعندوش مشاكل في الصحية لا كمان في حاجة تانية أنا مش بعزف عصفي كله من منطقة الصدر يعني لازم أكون متأكد الطريقة اللي أنا بطلع بها النفس يعني هنتكلم دلوقتي عن طريقة النفس ومش هاخد فيها وقت طويل عشان أبتدي أرجع تاني لآلة الساكسفون النفس بيتاخد إزاي باخد نفسي كده بسرعة السرعة بتاعته قبل ما اطلع صوت بعمل دي السرعة بتاعت النفس سريع جدا باخده بسرعة وبقوة وباخده على البطن يعني كده وأنا باخد نفسي باخد نفس لجوه الجزء بتاع البطن بتطلع لبرة يعني كده يعني لو الكاميرا جابتني أنا واقف كده بعزف باخد نفس باخد نفس بعمل كده يبقى تاني باخد نفس بطني بتطلع لبرة على ايدي اهيه ادي النفس نفس سريع وبطني بتطلع لبرة ده أخدانه طب تطلع النفس بقى وده الأهم احنا بتكلم هنا على العازف اللي بينفخ النفخة نفسها بتخيل طبعا لسه حشح على البكينو بس بتخيل أنا بطلع صوت الهواء اللي طالع اهو كل ما أنا بنفخ كل ما بطني بتخش لجوه يعني أنا خدت نفس بسرعة زي ما اتفقنا نفخت وأنا بنفخ معلش هتشوف البطن بتاعتي بتخش لجوه بطني بتخش لجوه وأنا بنفخ خدت نفس بطني بره نفخت دخلت لجوه خدت نفس لبرة نفخت بطني بتخش لجوه دي طريقة اخذاني نفس الصح ما بعملش اي حركة مع الصدر يعني الجزء الفؤاني ده لو لاحظتم ان انا اهو هعملها لكو على الالة على الجزء ده اول ما رح تسمع صوت الساكسفون او صوت اللي طالع من الجزء الاولاني من الساكسفون بس أنا ده مش شرح للعاصف أنا ده شرح لازاي اخد نفسي هاخد نفسي بسرعة اهو وهنفخ بسرعة بردك فأثناء ما أنا بنفخ بيكون البطني بتخش لجوه أنا ما حركتش كتافي ما حركتش جزء بتاع الصدر لان لو خدت نفسي من الصدر حكوح لو خدت نفسي من الصدر مش هقدر اكمل ربع دقيقة انما انا دلوقتي قدر اعود لك فترة طويلة جدا من النفخ لان اخدت النفخ صح عن طريق ايه؟ هو طبعا مش هشرحه بشكل علمي قوي عشان يتفهم لكل الناس وبحاجة بسيطة احنا بنعمل ايه؟ مش في عندنا الحجاب الحاجز؟ الحجاب الحاجز دوره ايه؟ ان هو بينبسط وينقابض بلاش ينبسط وينقابض؟ بينزل لتحت وبيطلع لفوق لما بينزل لتحت بيوسع الرئة بيخلي الهوى داخل كمية كبيرة جدا لما بيطلع لفوق الرئة بتديق شوية دي فترة ما أنا بخرج الهوى عشان كده احنا بنقول مجازا ان انا باخد نفسي من بطني طبعا كلمة غريبة جدا يعني ايه نفسي من بطني؟ النفس معروف انه مستدر طبيعي ان هو يتخذ مستدر لكن احنا بنقول مجازا ان هو يتخذ من البطن اخدت نفس بعمق وبقوة وبسرعة البطني هي اللي تحركت بطني هي اللي طلعت اللي قدام نفخت بطني دخلت لجوه بدأت تضغط بضغط على عضلات البطن وعضلات البطن دي مهمة جدا وبدأ الهوى يخرج كل ده فتح لي الحجاب الحاجز ووسع للرئة اتمالت الهوى اللي انا محتاجه الاكسجين اللي انا محتاجه وهو ده اللي بيخليني انفق بشكل طبيعي وما تعبش بعض الناس هتقف تعمل كده تعبت نفسي مش قادر ليه عمل كده؟ لانه اخد النفس بتاعه من منطقة الصدر ما اخدش بالقوة اللي انا قلتها ولا السرعة اللي انا قلتها ولا رشد في الصوت اللي طالع منه الهوى اللي خارج منه وعمل عضلات بطنه عشان تطلع الصوت الهوى بالقوة اللي انا عايزة ده الوقت هعملكو الشكل الطبيعي للعزب الطبيعي اللي بياخد نفسه من البط وقديم وقت ممكن اخد في العزب اللي بياخد نفسه اشتركوا في القناة القناة ولسه كمان كان فيه ممكن اقدر ازود عن كده شوية ولكن المطلوب مش طولي لنفس قدما هو اهتزاز الصوت اللي طالع صوت طالع بيور طالع تااااااااا ما تغيرش لان قوة الصوت قوة الهوى الدفعة بتاع الهوى بتاعي كله ماشي بشكل طبيعي بشكل بدون مرة يبقى قوى مرة يبقى ضعيف لا قوى واحدة نظمت صوتي نظمت الهوى اللي أنا بخرجه عملت عضلات بطني استخدمتها بشكل مناسب دي خرجت الصوت بدون اهتزاز بعملت ده الصوت اللي سمعته لكن أنا قدر عاملكه الصوت اللي حيطلعه العازفين اللي لسه بيبتدوا ان هم يتعلموا القلم هيعمل كده الصوت عمال يتهز وصوت عمال يعلى ويوطى ويطلع وينزل ما بقاش صوت سابت عشان أعزف آل السكسفون لازم أعمل الصوت السابت يعني هعلمك ازاي تطلع صوت اول ما تطلع صوت اذا وصلت المرحلة دي اللي هو صوت سابت وكدتها نغمة واحدة بالشكل دوت يبقى انت كده تقدر اقدر اكملك بقى تمسك بقية الالة ازاي وتطلع سوط ازاي انما طول ما انت بتطلع صوت كده بيتقطع منك ومش عايز يطلع بشكل طبيعي يبقى في الحالة دي لسه شوية يبقى انا محتاج زمان كنا يعني في الكنسرتار لما بدأنا اتعلم الالات بتاعتنا كانوا بيقولولنا اخد وقت حوالي اسبوع في ان انت ماسك البوكينو عشان تطلع منه صوت اسبوع امسك القلة دي تقعد في البيت كانت طبعا كارسة واحنا صغيرين نروح البيت نهض للجران وللبيت والأهلينة والأهلينة يعني ما يقعد يسمعوك قاعد بتعمل كده طول الوقت وكان بقى ساعة ساعتين متواصل طبعا كانت حاجة رهيبة يعني الآل نفسه كانوا بيستغربوا ايه ده مش ممكن مش هتطلع لنا صوت بقى يعني امتى بعد الاسبوع الى اسبوعين بمنتهى البساطة او ما بامسك الآلة بتاعتي خلاص بقى الصوت بيطلع بسهولة فضل حركة صابعي وفضل ان التوجهات اللي بيقول هالي واستاذي هعمل كذا هعمل كذا دي نعمل كذا بتطلع منين خلاص الموضوع خلص في فترة بسيطة جدا بدأت ابقى عازف بيطلع صوت معقول من الآلة وبدأت ابقى عازف ممكن يبقى له مستقبل يبقى ما نهملش ابدا البداية البداية ان انا اتعلم اعرف ايه هي الآلة وايه هي المكونات بتاعتها وازاي يطلع منها الصوت الاولاني الصوت الاولاني بيطلع ازاي هو ده المهم انا طلعت صوت بس ما شرحت لكمش هو بتعمل ازاي هنسيب ده ونتخيل صبعنا كل واحد ما عندوش لسه ما اشتراش الآلة لغاية ما يشتري الآلة بتاعته والبوكينو والحاجات دي كلها يقدر يجرب نفسه ويشوف هيعمل ايه على صباعه يجيب صباعه اليمين ده ويشوف شفايفه مناسبة ولا لا باجي على الجزء السفلي من الشفة بتنيها نصف مش كلها يعني ما عاملش كده كده كتير قوي لأ جزء بسيط منها كده وتبقى على سناني السفلة كده وحط صباعي ده اهو اللي هو هيبقى مكانه البوكينو وبعد كده وبعدين الأسنان العليا بتنزل على البوكينو بعد كده اللي هو على صباعي دلوقتي كده اهو اوكي يبقى بتني الجزء السفلي من الشفة السفلة شوية مش كتير وبعدين بحط عليها البوكينو بالريشة كده وعجلين بنزل سناني دي مهمة جدا لان بعض الناس ما بتحطش سنانها وبتتني شفايفها بس لا بنزل سناني جدا بجلد أولان على البوكينو كده على اني جزء بقى على التلت الأولاني زي ما انا قاعدت دلوقتي على التلت الأولاني من الكورسي ودي مهمة قوي زي ما نعايز التلت الأولاني من البوكينو أحط عليه سناني سناني تنزل على التلت الأولاني من البوكينو اللي هو بمثله دلوقتي بصباعي كده كده عشان سناني يهي باينة وعدين أقفل بقى الشفة العليا هي كمان وعن كون بقى ده الوضع الطبيعي للعس على آلة ساكسفون كده كون شكل الوش حيبقى طبيعي طبعا مش لازم أكشر ومش لازم أسعيد قوي الشكل الطبيعي كده وعن كده أنفخ بالطريقة اللي أنا قلتها لكم اللي هي دفع الهوى عن طريق ضغط بعضلات البطن وما حركش الجزء العلوي بتاع الصدر لأنه مش محتاجه خالص في عملية التنفس نهائي هنا وعن كده وعن كده خدت بمنطقة القوة ودفعت بالراحة خدت الهوى بسرعة وبعدين أطلعه بقى بسرعة اللي أنا عايزة ده كان شرح على الصباح ده اللي ما عندوش لسه الآلة أنا جبت الآلة بتاعتي ومعي الجزء الأولاني أول أسبوع أو أول خلينا أسبوع كتير ممكن كمان نقلل عن كده أول خمس أيام بشكل متواصل انسى خالص الساكسفون اركنه على جنب وجب لي الجزء الأولاني ده اللي هو البوكينو اللي ما حطوط فيه مع الجزء اللي بعده ركبهم كده على بعض ولازم تبلي الريشة زي ما اتفقنا تبلي كده بالفم وتتحط على الطرف بتاعها على طرف البوكينو بالشكل ده هتبقى على الطرف مش لفوق ما تبقاش طالع على الريشة الفوق ولا تبقى نازلة لتحت لازم الوضع بتاعها يبقى على طرف حتى لو حطيت الصبع كده معنى ده غلط مش المفروض انها حط صابع كده في الجزء ده عشان ممكن تتكسر لانها رقيقة جدا انا وانا بركبها بضغط على الجناب بتاعتها من الجنبين وانزل لتحت او انا بشيلها حتى بضغط على الجناب ممسكش ابدا من الطرف طرف هيكسرها طرف يكسر الريشة جدا ودي حاجة مهمة جدا خلاص اتفقنا وركبناها وعملناها وعملنا كل الكلام ده حواريال كنت زي بقى بحطها على الفم وطلع صوت اهي بقتني زي ما اتفقت على الصبع بقتني هنا وبيعمل كده اهي بالضبط كده والكناني اهي كمان وعجين انرر بقيت كده وانفخ اتحكم في صوت مش بالقوة ومش بالضغف بشكل معين بحس ان انا اخلي الصوت سابت ونغمة واحدة ولما عاوز اخلي الصوت متقطع بيبقى بطرف اللسان بيلمس الجزء دوت من الريشة وبعمل تااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا انا عايز اعمل ايه اللساني هيلمس فين هي دي القصة اللي انا هعملها بعد كده يبقى خلاص عارفنا ازاي هنطلع صوت وعارفنا ازاي حتى بنضغط بنعمل طرف اللسان او الجزء ده من اللسان هو اللي بيلمس برضك التلت الاولاني من الريشة دايما افتكروا حكاية التلت في تلت في تلت دي التلت الاولاني من الريشة بتلمس بالتلت الاولاني من اللسان عشان يطلع لنا الصوت المتقطع اللي هو بنسميه الصوت الاستكاتو اللفظ ده هتلاقوني بقراره كتير استكاتو يعني صوت متقطع بيطلع الصوت المتقطع او الصوت الطبيعي الطويل عن طريق النفس اللي احنا زبطناه من منطقة البطن والضغط بعضلات البطن وزي ما عملناها حامل مرة اخيرة الصوت هيبطالها ازاي عشان نبتلي بعد كده نشرح على الالة النفسها صوت مرة اخيرة ده الصوت الطبيعي صوت متقطع استكاتو صوت مرة اخيرة 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 صوت مرة اخيرة